السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عاملين ايه واتمنى تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله اغلبية الناس كلها بتعتقد ان سر تشابه اليابانيين والكوريين والصينيين ان بسبب القائل كنبيلة بتاعة هيروشيما ونجازاكي على مدينتي هيروشيما ونجازاكي كنبيلة النووية والموضوع ده خطأ تماما الموضوع ده بالله اساسة لهم من الصحة ما كانش لها اي علاقة بتشابه الاشخاص وشكلهم الموضوع قبل كده بكتير اوي لو نرجع الورا شوية كانت حرب ما بين البطل سيف الدين كوتوز والمغول المغول كانت قبائل اساسا جاية من جنوب شرق اسيا ومن اسيا كانت جاية يعني عايزة يعني عايزة تقتحم وعايزة تغزو البلاد العربية فوصلت لحد طبعا دخلت على العراق هي بصها اولوكم بصها على حاجة هي الفكرة كلها ان احنا مصر مصر دي في الشمال تمام انا بس اوصل لكم الفكرة مصر دي في الشمال جنبينا اللي هي الجزيرة العربية اللي هي اللي فيها السعودية واليمن والعراق هنعدي بعد كده على ايران بعد كده هنعدي على الهند بعد كده هنعدي على الصين والحتة دي كلها الحتة دي كانت مستوطن ايه المغول يعني زمان اوي اوي فكرنا التلاتاشر كانت مستوطن المغول فالمغول كانوا عايزين ييجوا كانوا اي دولة بيخشوها وهي فأنا بجيب بالزبط كانوا يعدوا على ايران على العراق وبعد كده يعدوا على مصر وهكذا فلما جم دخلوا مصر طبعا البطل سيف الدين كوتوز راح يعني مبهدلهم خالص في معركة حينجا لوت فرجعوا تاني استقروا ناحية شرق اسيا فحصل يعني قعدوا في منطقة اسمها او بلد اسمها منغوليا والحد الان البلد دي موجودة منغوليا منغوليا دي ما بين الصين وما بين روسيا وهكذا ما بين الصين وروسيا منغوليا دي لما جم قاعدوا فيها طبعا السكان طبعا ده من كرن التلاتاشر او الاثناشر كمان يدخلون في السكان السوق كرتين عن永ر سيح mete 3 فيها نفسهم يعني بأي اتنقل الفاتحة ما كانوا الاول في منغوليا ف처ما نقل الدرس ثمnekلوا على الهند بعد كده نقلوا على فكرة فيه ناس هنود هنود بيتكلموا هندي وشكلهم صيني أو شكلهم ياباني ده العلم بس بشين ونقلوا على كذا حاجة على كوريا وعلى الهند وعلى الصين وهكذا وكمان هم كمان بيتقسموا لثلاث تقسيمات مغول الهنود الحمر ودولة قاعدين أساسا في أمريكا الشمالية رقم اثنين مغول الجزر الهند الشرقية ورقم ثلاثة اللي هو المغول الأصليين اللي هم قاعدين في الشرق أسيان فكده ده يقولك ان هم كلهم من مجمع واحد ان هم كانوا قاعدوا في منغوليا وقاعدوا بعد كده ايه يتفرقوا وكل واحد كان بيتجوز في حتة معينة ويروح مثلا دولة معينة فبقى الحتة دي كلها شبه بعض لكن الموضوع ما روش أي علاقة خالص بهيروشيما ونجازاكي أو بالكمبيلة النووية اللي وقت عليهم وكمان بيتميزوا اساسا بالعين الميلة شوية كده هقول لكم ده ليه العين الميلة والمرخير الصغيرة المفلطحة دي كده شوية ويه الوشوش الحمر ويه الوش المدور قوي ده كده ليه وشهم كده او ليه صفاتهم كده لانهم كانوا قاعدين في شمال في اقصى الشمال فاقصى الشمال ده كانت جو تلج جدا وكان الشمس لما كانت بتنزل على التلج او على الجليد كان بيعكس وهج عالي جدا فما كانوش بيقدروا يستحملوا العين العين العادية بتاعتنا ما كانش تقدر تستحمل فتأقلموا على الجسم ان هو الجفن بتاع عينيهم ده اسمك واتقل من جفننا احنا لو احنا بنبتري ان عينيهم هم مش عارفين يفتحوها لا ده عينيهم ساميكة جدا علشان الاجيال قبل كده الاجيال الاولانية خالص ما كانوش قادرين يستحملوا الوهج او الشمس لما كانت بتنزل على الجليد كانت بتدي نور ساطع جامد او كي انك بتبص للشمس فعلشان طبعا احنا الجسم بتاعنا بيتكيف فعينيهم اتأقلمت على الوهج ده فابتدى عنيهم يحصل لها سمك او يحصل لها تقل في الجفن فابتدى عنيهم كانت قيلة شوية لكن هي دي ده بالعكس دي حاجة احسن بكتير ومراخيرهم ديئة جدا لان طبعا هم كانوا عاديين في الجليد فطبعا ما ينفعش ان هم يشموا الجليد او جو الهوى السائع ده علشان هم عايزين يزدفوا جسمهم فكانوا هم مش كان اغلبية الوقت كله كان على طول بيكفروا الشوم او بيحطوا حاجة على الشوم وكانوا بيتنفسوا قليل علشان هم عايزين الجسم هو اللي يسخل نفسه مش عايزين هوا سائع يدخل يسقع الجسم كانوا عايزين يستخدموا الهوا السخنى اللي جوا الجسم بعكس طبعا الافاركا الافاركا لو تلاحظ الافاركيين تلاقي مراخيرهم ضخمة كده وتلاقي البنياتهم كبيرة كده وتلاقي المراخير بتاعهم كبيرة ومفلطحة كده لان هم قاعدين عند خط الاستواء فهم بيتنفسوا كتير جدا انت متخيل الجو نار عندهم خط الاستواء بتوصل لتلاتة واربعين وخمسة واربعين فهم تلاقي مراخيرهم دي كبيرة كده فعشان كده بيتنفسوا كتير عشان كده الافاركا تلاقي مراخيرهم ضخمة بس كده انا حبيت بس اقول لكم معلومة كده على السريع المعلومة دي كويسة جدا انا بصراحة يعني كنت عارفها من بدري بس ما جمعتش المعلومات دي غير في الفيديو ده فاتمنى يكون الفيديو عجبكم احنا بس نتكلم في يعني معنومات الهمة بس بنتكلم عن التخسيص بنتكلم عن ساعات الايد انا بحب ساعات جدا بنتكلم عن الرياضة بنتكلم عن بناء العضلات بنتكلم عن كل شي فاتمنى حضرتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة فشكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحقيق من قناة سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة